مرحباً، اليوم سأروي لكم ما يلي قصة أبراهام اختار الله أبراهام وعده بإعطائه أطفال كثيرين كنجوم السماء إذ نجد في الكتاب المقدس ما يلي ثم أخرجه إلى خارج وقال أنظر للسماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها وقال له هكذا يكون نسلك أبراهام تزوج مع ساراي، امرأة رائعة الجمال، ولكنها عقير أبراهام وساراي يتعلمان معرفة الله وذلك بمرور الزمن إذ يتعلمان وضعت ثقة فيه أيضاً لكن ليس عندهم أطفال بعد، وقد مرت عشرة سنين منذ أن وعدهم الله بالإنجاب أبراهام عنده 85 سنة، والساراي 75 سنة، إنهما مسنان إذن كانت هناك فكرة للساراي تريد تطبيقها ظنت أنهما لم يفهم جيداً وعد الله ربما أبراهام سيكون له أولاداً مع امرأة أخرى، وليس معها هي في ذلك الزمان كان هناك وجوداً للعبيد، الذين يسمون أيضاً الخدم، يتمثلونها في الغرباء أو سجناء بعد الحرب إنهم ملك تام لسيدهم، فهو يعمل بهم ما يريده فأبرام وساراي، بما أنهم أغنياء، فلهم كثيراً من الخدمة إذن يوماً ساراي تختار واحدة من خادماتها مصرية، إنها تسمى هاجر فقدمتها لأبرهام كي ينجب منها الأطفالة ساراي تعلم أنها ستملك أطفال هاجر، بما أنها ملكها، وتعلم أن الله قادر أن يعطي لها الأطفالة جاعلها قادرة على الإنجاب، لكن بما أن الله لم يعمل ذلك بعد لها فكرت أن عليها إيجاد حل ذلك بنفسها أبرهام يحب ساراي، فرأى أنها حزينة دون أطفال إذن قبل، قال في نفسه ربما عندها الحق هكذا إذن أصبحت هاجر المصرية زوجة لأبرهام بعد مرور الوقت أصبح لها طفل في بطنها الآن هاجر أصبحت تتكبر على ساراي وتحتقرها لأنها لا تستطيع إنجاب الأطفال إنها تنظر إلى سيدتها ساراي بنظرة سيئة، والساراي أصبحت جد غاضبة منها وفي الكتاب المقدس نجد الآية التالية فقالت ساراي لأبران ظلمي عليك أنا دفعت جارية إلى حظنك فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها يقضي الرب بيني وبينك أصبحت تعمل الشار لهاجر وتعاملها بقساوة هاجر من شدة عنائها هربت للصحراء إنها تبكي لقد خافت كثيرا وتعبت جدا فكرت أنها ستموت حتما لكن الله بعث لها ملاك ليقول لها ما يلي هاجر خادمة ساراي ارجعي إلى سيدتك وأطيعها ستنجبين ولدا وتسمينه إسماعيل لأن الله سمعك في عذابك إنه سيعطي لك كثيرا من الأطفال هاجر اندهشت وفي نفس الوقت كانت فرحة جدا لأن الله سمعها وطمأنها الإسم إسماعيل معناه الله سمع إذن هاجر طاعة الله ورجعت إلى ساراي لما ولد إسماعيل كان عمر أبرام ستة وثمانون سنة فخلال ثلاثة عشر سنة أبرام والساراي ظن أنهما فعل الصوابة وأن إسماعيل هو الطفل الموعود لهما من طرف الله لكن لا لا يجب مساعدة الله في تحقيق ما وعده لنا لأن الله لا يمكنه أن يكذبا ويجب فقط الانتظار بالصبر ولو طال الزمن إذن الله حدث مرة أخرى أبرام وذلك لما كان عمره تسعة وتسعون سنة أعطى له إسما جديدا أبرهام وزوجته سارة فلقد جدد معه الوعدة في الكتاب المقدس نجد الآية التالية وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون الله كرر الوعدة أن الطفل الموعود سيخرج من بطن سارة أبرهام ضحك لأنهما مسناني هو وسارة كي ينجبا فقال لله لعم عندنا إسماعيل لكن الله جابه بإجابة مذهشة إذن جد في الكتاب المقدس الآيات التالية بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا إثني عشر رئيسا يلدوا وأجعله أمة كبيرة ظهر له الله متجسدا في إنسان فوعده أنه سيكون لسارة زوجته ابنا في العام المقبل سارة سمعت كل شيء فضحكت لأنها مسنة جدا لا يمكنها تصديق أنها ستنجب طفلا ابنها سيسمى إسحاق هذا الإس معناها يضحك لكن لا شيء مستحيل على الله أحيانا لنا صعوبة في تصديق وعود الله لأنها رائعة وخارقة للعادة فهو مضطر أن يكررها لنا دائما لهذا السبب مهم جدا قراءة الكتاب المقدس كل يوم حتى يكون لدينا الإيمان أبرهام وكل من يعيش معه يسكنون في الخيم إنهم مضطرون دائما التنقل من مكان لآخر لإيجاد العشب الكافي لأن عندهم كثيرا من الحيوانات وجب عليهم في تنقلاتهم أن يكونوا جد حذيرين لأن السكان هذه الأماكن يمكنهم الهجوم عليهم لسرقة أملاكهم وبما أن سارة جميلة جدا رغم سنها فأبرهام طلب منها أن تقول أنه أخوها وذلك حتى لا يقتل من أجلها هي لقد وقع في نفس الخطأ منذ عشرين سنة من قبل لما أنقذ الله سارة من يد فرعون لكن أحيانا الخوف يغلبنا لدرجة أننا ننسى ما صنعه الله لنا ها هي لمرة أخرى سارة تسرق من طرف ملك آخر لكن الله أنقذها ففي وسط كل هذه الأحوال الله يظهر لأبرهام وصارة أنه يتني بهما فيجب عليهما إذن وضع كل ثقتهما فيه وما علينا نحن هو أخ دروسا من تجارب أبرهام وصارة لأن الله هو نفسه لا يتغير أبدا الآن العام مضى بعد زيارة الله لأبرهام إذن صارة أنجبت ولدا فسمته إسحاقا شيء رائع سارة تعتني بابنها لكن أحست بالخجل لأن عمرها تسعون سنة خافت أن يصخر الناس منها بعد مرور بعض الأعوام صنع أبرهام حفلا كبيرا لابنه إسحاقا ابن الوعدي كل الناس الحاضرين فرحوا له كثيرا إلا سارة لأنها لاحظت إسماعيل يضحك ظنت أنه يصخر منها فغضبت كثيرا الآن علمت أن إسماعيل يتمثل في الإبن الموعود فهي لا تحبه لذلك طلبت من أبرهام طرده من البيت كي يرث كل أملاكه إسحاق فقط لكن لا أبرهام يحب ابنه إسماعيل لقد علمه الإيمان بالله وكثيرا من الأشياء الأخرى كان الإسماعيل حوالي سبعة عشر سنة إنه شاب لكن الله طلب من أبرهام سماء سارة لقد وعده أيضا أن إسماعيل سيصبح شعبا كبيرا إذن أبرهام أعطى لهاجر وإسماعيل الأكل والشربة كي لا يموت في الصحراء وطلب منهما الذهاب يا له من أمر محزن وصعب قريبا إسماعيل وهاجر يجدان نفسهما في وسط الصحراء القاحلة سيضعان الطريق حتما والأكل والشرب لا بد أن ينفذا إذن الموت تنتظرهما ربما هاجر في محنتها نسيت وعد الله فيما يخص ابنها لذلك تركته فذهبت بعيدا عنه إذ ظنت أنه سيموت ولن تقدر أن تر ذلك إسماعيل فقد قوته لكنه صلى لله فالله سمعه فحدث هاجر المصرية من السماء لا تخاف يا هاجر الله سمع لإسماعيل إنه سيصبح شعبا كبيرا اذهب إليه واعتني به لقد أظهر لهما بئرا هاجر سرعت في إعطاء الماء لإسماعيل كي يشرب أخيرا انقذ من الموت حياتهم الآن في الصحراء مع باقي سكانها وبعد مرور أعوام إسماعيل تزوج مع مصرية كأمه أصبح صيادا ومسكنه كان الخيمة إذن كما وعد الله فكان له أكثر من 12 ابن الذين يسبحون فيما بعد مراء وينجبون الكثير من الأطفال فهكذا تشكل منه شعبا كبيرا كتاب المقدس يقول ما يلي في الآية التالية هؤلاء هم بن إسماعيل وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم 12 رئيسا هسب قبائلهم قصتنا انتهت الآن فيها عدة دروس تأخذك عبار لكن أريد أن تحتفظ على حقيقة أن الله لا يكذب أبدا حين يصنع وعدا فهو يحقق الوعد ولو تطلب ذلك زمنا طويلا لأنه يريد أن يعلمنا أن نضع فيه الثقة فيما يخص ما يقوله لنا كان على أبرهام الانتظار 25 سنة كي يكون له إسحاق ابن الوعدي خلال كل هذا الوقت مشى مع الله فمر بأوقاتي شك إذن عمل ما أرده عوضا أن يطيع الله مهما أنه لا يفهم أحيانا الأمور جيدا لكن مع الوقت أصبح إيمانه قوي لذلك أصبح يدعى صديق الله والكتاب المقدس يدعوه أبو المؤمنين الآن سنصلي شكرا لك يا رب لأنك عظيم أنت الذي خلقت كل شيء ورغم عظامتك فإنك تحبنا وتهتم بنا أخذت وقتا للحديث معنا من خلال الكتاب المقدس كلامك إنك غفرت لنا وتريد أن نتعرف عليك شكرا لك لأنك لست بإله اللوم لكنك طيب وملئ بالمحبة ساعدنا كي نضع فيك الثقة الكاملة ولو لم نفهم كل مضمون الكتاب المقدس ساعدنا كي نطيعك وباركنا آمين كما تعلم فإن حكايات الكتاب المقدس عموما ما تحتوي على عدة أشطر إذن لن أقرأها لك كلها لكن يمكنك أن تجدها في الكتاب المقدس الموجود في موقعي على الأنترنت الآن سأقرأ لك منها بعض المقاطع فقط فقالت ساراي لأبرام هو ذا الرب قدم سكني عن الولادة أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنينا فسمع أبرام لقول ساراي فدخل على هاجر فحبلت ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها فقال أبرام لساراي هو ذا جاريتك في يدك افعل بها ما يحسن في عينيك فأذلتها ساراي فهربت من وجهها فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شورة وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلة فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لي مذلتك كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام فقال الله بل صار إمرأتك تريد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم أهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا إثني عشر رئيسا يرد وأجعله أمة كبيرة فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لصار إمرأتك ابن وكانت صار سامعة في باب الخيمة وهو وراءه وكان إبراهيم وصار شيخين متقدمين في الأيام وقد انقطع أن يكون لصار عادة كالنساء هل يستحيل على الرب شيء؟ في المعادي يرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لصار ابن وقال إبراهيم عن صار إمرأته هي أختي فأرسل أبي مالك ملك جرارة وأخذ صار فالآن رد إمرأة الرجل فإنه نبي فيصل لأجلك فتحيا وإن كنت لست تردها فأعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك وقال أبي مالك لإبراهيم ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء؟ فقال إبراهيم إني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلونني لأجل إمرأتي وافتقد الرب صار كما قال وفعل الرب لصار كما تكلم وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه وقالت صار قد صنع إلي الله ذحكا كل من يسمع يضحك لي فكبر الولد وفطمة وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق ورأت صار ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح فقالت لإبراهيم أترد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو قمي احمل الغلام والشد يدكي به لأني سأجعله أمة عظيمة وفتح الله عينيها فأبصرت بأرماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس مغامرات ابراهيم لم تنتهي لا تنسى أن تقرأها في الكتاب المقدس سأحكي لك واحدة أخرى عن قريب مع إسحاقة إلى اللقاء إلى قصة أخرى ماذا رأيت حتى عملت لك؟ ترجمة نانسي قنقر